بضعة أعوام مرت على تحرير مدن وقرى وقصبات محافظة الأنبار من قبضة تنظيم داعش الإرهابي لكن ما زالت الفاعة إلى تنتظر العودة إلى شقاقها السكنية التي باتت مجرد خرائب بسبب الإرهاب والحرب عليه ولا حلول جذرية تلوح بالأفق فالأنقاض على حالها لم تمتد لها يد الحكومة المحلية التي وعدت قبل نحو عام برفعها ولا تعويض للمتدررين وحلمهم ببيت صار كابوسا يقض مضجعهم كلما رقدوا بيتي واقع بالتامي كل شيء لا تعويض ولا كل شيء وقعدين أنا ثلاث حوائل هنا وولد ثانيا وأنا ثالثتهم هنا قعدين هالصفاء الشخص كل أجار على مئتين وخمسين مئتين وخمسين حتى ذا كل يوم أم الشقة زيدتها علينا سوتها مئتين وخمسين الشقة علينا من المئة وخمسين سوتها علينا مئتين وخمسين وولدي همينا عمال أريد أننا فد مسؤول يجي يفترننا علىها الريحة كتلتنا الأنقاض هاي الشوفاء الزبائي اللي شوفاء الحياة والإجرائيذية الأطفال الدمر الدمار يعني مرض أشكال قام يطلع عنا أريد أننا مسؤول يجي يشتغل من قلب نطلب من سيد المحافظ يريد أننا واحد يجي يشتغل من صدق يعني مو يجون يعني هذا كلهم جمع صوروا ومعرف شنو وما يشتغلوا وما حد يجي زيان هاي تعرف هاي المنطقة من كوبة يعني الدمر الدمار المتضررون أكدوا انتشار الحيوانات الضالة بسبب الجثث التي لا زالت تحت الأنقاض وانتشار الأوبئة والأمراض وماكوا أي اتفاة لا من الحكومة المحلية لا من الحكومة المركزية يعني أغلب الناس اللي هنا ناس يعني خنقول يعني ساكنين الشمال وغير الشمال ما يقدر يرجعون هنا ما يقدر جوني الرمودي أولا ما لهم كان سكن هنا واثنين حتى الأجاراتイنا والشي الثاني حتى الناس اللي موجودة هنا اللي ساكنة هسأ هنا اللي بيوتها خنقول بيوتها ما واقع inanون يعني من القاض هاي يعني بصراحة لما الكلاب السائبة اللي هي دت يعني يعني طفل ما يقدر يروح للمدرسة اللي يودي هو لعمره ويجيبه الحشرات الحياة العقاروب يعني كلاب سائبة تهوش على طفال تهوش على الكبار يعني الطفل بعد ما يقدر يروح للمدرسة بنفس الوقت انه هناك يعني انتشار كبير لظاهرة الكلاب السائبة يعني جثث انقاذ كل هذه يعني سبب امراض كبيرة يعني سكان هذه المنطقة عفو المنطقة يعني مهدمة بشكل كامل يعني حتى العواء لا تستطيع ان تعود لهذه المناطق فنحن طالب من الحكومة يعني ان تستعجل فيها يعني تعمل على رفع هذه الانقاذ حتى لو يعني مسح هذه المنطقة وعادت بناءها من جديد خراب ودمار كبير خلفه الارهاب وراءه في الانبار والحكومة المحلية لا زالت تطلق البعود المهجرون ينتظرون العودة الى الديار والتعويض ليبنوا اطلال بيوتهم فهل يستحق الوعد ام سيبقى مجرد احلام وردية المهجرون 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 المهجرون